في يوم من الأيام كان فيه حكيم يعد على الشط في الساحل الشمالي وده لأن شغلانة الحكيم تكسب فلوس كويس الحكيم ده وهو بيبص على الشط لا عقرب بيغرق رح بصله كده باستغرب وقال يا لهوي معقول عقرب وبيغرق دي حكمة كبيرة قوي فكر ازاي بقى وهو قاعد كده ان يستغل الموقف لصالحه وانهو يطلع احسن حكيم في الحكماء الموجودين في المصيف كله راح الحكيم مد ييده عشان يطلع العقرب من المية والعقرب طبعا ما سكتلوش راح ضربه في ايده لده يسكت الحكيم لا طبعا راح مدي ايده تاني ورح مطلع العقرب ورح خطه على الشط وساب ويمشي وفي اللحظة دي كان فيه واحد واقف بيرائب الحكيم من بعيد وبالصدفة البحثة طالع ان الراجل ده هو المساعد بتاع الحكيم ولاقينا شغلانة المساعد بتكسب فلوس بس مش فلوس زي فلوس الحكيم لا فلوس اقل منها شوية وإلا الحكيم بحكمته كان راح اشتغل مساعد لأي حكيم تاني وسابه من شغلانة الحكيم دي واجع القلب احنا مش فاضين المهم المساعد ده راح بصل الحكيم كده وقال له انت عملت كده ليه انت عرضت نفسك للخطر كل ده عشان تبقز عقرب الحكيم يسكت راح عادى للياءة كده قال له لازم تفهم ان دي طبيعة الاشياء الحقرب طبع الغدر ولازم يعمل كده انما انا طبعي مساعدة البشر ولازم اعمل كده لان انا حكيم تفتكروا الموقف خلص على كده؟ طبعا لا كلها دقايق والحكيم طب ساكت ومات المساعد ما سكتش تكمل المصيف بتاعه واول ما نزل من المصيف اول حاجة عملها اخد الصفحة بتاعة الحكيم واشتغل هو حكيم مكانه عشان يكسب فلوس كتير ويقدر يطلع عياله المصيف السنة الجاية ورح كاتب حكمة كده لا تعامل الناس بما هم اهله ولكن عاملهم بما انت اهله بس الحكيم الجديد وهو بيكتب كده نسي يقول لنا ان في حاجات عمرها ما هتتغير ويفضل طبعها هو هو وان انت لو خاولت تتغير في الحاجات دي ان انت ممكن تدفع حياتك تمن لهذا التغيير يعني الموقف ده بينطبق عليه حديث سيدنا النبي اللي بيقول من غشنا فليس منا زي الناس اللي بتقول لك ويل للمصلين ما كملش الاية هو سابلك عند ويل للمصلين نفس الحكيم قال لك او عامل الناس بما هم اهله ما قالكش بس خلي بالك في حاجات غير قابلة للتعديل او للتغيير او للتطوير اتمنى لو الحكمة عجبتكم تعملونا لايك واشتراك والتابعونا في القناة علشان نقدر نقدم لكم محتوى زي ده كتير جدا في المرات القادمة شكرا